في هذا السياق أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مستشار جلالة المليك للشؤون الدبلوماسية أكد أن زيارات التاريخية بينت وبشكل واضح عمق العلاقات الأخوية الجامعة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وأشار معاليه لأن الزيارات تأتي في المقابل الأول لتوطيد العلاقات الأخوية إضافة إلى بحث سبل التعاون في شتى المجالات هذه الزيارة هي خطوة عزيزة من صاحب السمو أمير دولة الكويت إلى أخيه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم الملك حمر هذه الزيارة تكون أيضا مرحلة أو محطة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين ودائما الزيارات القيادية دائما تفتح مجالات أكثر في المستقبل وتعطي دفعات أكثر ما بين البلدين وإحنا دائما متفائلين بزيارات الأشقاء وفي هذه اللحظة هي زيارة أمير دولة الكويت حفظه الله ويعني نقول له حللت أهلا بك في بلدك البحرين والبحرين كلها ملكا وشعبا يتطلعون إلى هذه الخطوة العزيزة